تمام طيب هرد بس على حاجة ان هو بيقولك ما بقدرش اروع عند المدرسة دي اتين موضوع الموضوع خطف يعني ادرس يروح يتطمن على اولاده في المدرسة يروح بس ما يخطفهمش وبعد كده ستة تقعد تلفح حوالين نفسها يعيني ومش عارفة تجيبه ويوم نقول اب خطف ابنه يقولك لا ما فيش حاجة اسمها اب خطف ابنه ينفع الاب يخطف ابنه ده اسمه احتجاز وياخدهم ويسافر بيهم برا مصر وتعب بالسنتين وبالتالة وبيت تمانية ما بتشوفش ولادها ومسلول عليهم وحياتها توقف لما الام ما تنفذش كحكم الرؤية مش ده اسمه خطف برضو لما الام ما تنفذش كحكم الرؤية مش ده اسمه خطف ان هي ما بترحش توري الابن لابنه ده ما بترحش لان ما علاش ما فيش عليها مسلولية لا ينافس حكم الرؤية كهران حضرتك ممكن تسكت عنها الحضان وبعد كده برضو بعد سنتين تلاتة هتتعيدل بقى خلاص بس هي زلتني سنة وسنتين بيه سنة على ما ارخبت حكم الرؤية وسنة تانية على اسقاط حضانة نعمل تعديل القانون تعديل القانون لصالح الاسرة ككل احنا عايزين تعديل القانون لصالح التفل قبل الاسرة تعديل القانون لصالح التفل اولا احنا كده هنبوظر المناظرة ده حقها لسه وقتك وعدك 20 سنية زيارة استاذي من عشرتي للسيدات صدقني مفيش ست انا هقولها لك بتكون مرتاحة مع زوجها وبتبوز حياتها وبتدمر حياة اطفالها دي انا مقتنعة مليون في المية فيها الستة المصرية اللي بتنزل تشتغل عشان تشيل بيتها وتشيل جزها وبتبقى راضية بعيشتها صدقني ما بتلجأش للمحكمة اللي انا بسميها جحيم عارف يعني ايه محكمة ان انت تفضل رايح جاي واحكام وتأجيل ومش عارف ايه ومفيش نفقة ومفيش مسكن ومفيش حاجات كتير قوي ده غير نظرة المجتمع عليها لما بتروح تدور على شغلها عشان تعول اولادها كفاية نظرة المجتمع ان هو يعرف انها مطلقة والكل يبصي له على انها مطلقة وان كلمة مطلقة دي في مجتمعنا انت عارف يعني ايه مطلقة ففي ضغوط نفسية وعصبية كتير عليها قوي فيريد ترحموها شوي اش اقول لك اكتر من كتير ترحمونا شوي طب انا معا